وحفظوا أيمانكم والحلف تعظيم لله عز وجل ولذلك كثرة الحلف فيها استمراء على الحلف بالحق بالباطل بالصح بالغلط يعني فيها يهون أمر المقسم به وهو الله جل وعلا للنسان يستسهل الحلف يصبح شي طبيعي حتى يمكن يحلب بالكذب يحلب بالغلط يحلب بالخطأ يحلب بالصح كل شيء ولذلك الله قال وحفظوا أيمانه وحفظوا أيمانه ذلك السلف الصالح كان يعظمون القسم جاء في الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى سارقا يسرق رأى سارق عيسى عيسى بن مريم رأى سارقا يسرق فقال سرقت قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت فعيسى شاف بعيني شسرق ماذا قال قال آمنت بالله وكذبت عيني هذا كله تعظيم للقسم لأنه أقسم قسما عظيما قال آمنت بالله وكذبت عيني يعني قد يكون الغلط من النظر مثلا وذلك المسلم يعظم اليمين ولا يلجأ إلى اليمين إلا إذا احتاج إليه ترجمة نانسي قنقر